المعانات المرأة الفلسطينية مش بس بتكثر على يوم أو يومين أو ثلاثة معانات المرأة الفلسطينية من زمان لحد وجود الاحتلال بتعاني أكثر من طريقة بتعاني من أنه بيستشد زوجها أو بيعتقل فبتصير مجبورة تعيش دور الأم الأم والأب لأولادها ولأطفالها وتكون بكل بيتها وكل المستلزمات اللي كان زوجها يسندها فيها فبتصير مجبورة تعملها لحالها إنه أشوف نساء فلسطينيات قاعدين بنضربوا بحي الشيخ جراحة وبأي مكان تاني من الاحتلال الإشي بيستفز الأي بني آدم وبزعع الأي بني آدم إنه يشوف نساء قاعدة بتنضرب عشان بتدافع عن حقها بتمنى يعني كنت بهاي اللحظة إنه أكون متواجدة معهم إنه أقدر أدخل عالكودس وأكون مواقفة معهم وأحكي لهم إنه إحنا كلنا معكم كمان مش بس بالشيخ جراح وبغزة قاعدين بنقصفوا قاعدين بطلعوهم من تحت الركام وتحت الأنقاض فالإشي إذا بدي أحكي عنه من ناحية مشاعر فمش راح أقدر أوسر بحاجة لأي ضغط حتى لو صغير على هذا المحتل وهذا المستعمر عشان إحنا نقدر إنوصل رسالتنا بالشكل الصح والمسار الصح عشان نضلنا مكملين على نفس النفس اللي بلشنا فيه وطبعا بتمنى من إنو ينظروا للمرأة الفلسطينية لما بضربها جندي محتل أو يضربها مستوطن إنو هاي المرأة الفلسطينية حقها إنو ما تتعرض لهيك إشي زي نفسها نفس البنت اللي بتتعرض للإضطهاد بعلتها وحتى يمكن على أصعب لإنو بالنهاي هذا محتل ومستعمر وهدفه يقتلها لإنو بس دافعت عن حقها لإنو بس هي وقفت قدامه وحكت لا أنا بقبلش الاستعمار بقبلش الاحتلال لا على بيتي ولا على أرضي ولا على بلدي فبتمنى من كل منظمات حقوق المرأة ومنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومن نشدهم إنو بدنا دعمهم أكثر بقضيتنا الفلسطينية لإنو إحنا بكل صراحة مش قاعدين منشوف تفاعلهم معنا في قضيتنا هاي بالشكل المطلوب للمؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق المرأة ما بتعطي ردة الفعل اللازمة إذا تعرضت مرأة فلسطينية للإضطهاد بسبب الاحتلال أو طفل فلسطيني تعرض للإضطهاد وللقتل بسبب الاحتلال بس لما يكون الإشي بدولة ثانية بتطلع عليه بشكل ثاني إنو هي مرأة وبتتعرض لهيك شكل من العنف إنو بتشوف ردة فعل عالمية مش طبيعية وزي كأنو إحنا عادي الإشي يصير علينا وهم مش عادي يصير عليهم زي كأنو إحنا بنستاهل اللي بصير علينا وهم ما بيستاهلوا اللي بصير عليهم مع إنو المرأة الفلسطينية بتعتقل وبتعتعذب بالتحقيق من تعذيب نفسي ومن تعذيب جسدي وفي فوقها في كثير عندك نساء فلسطينيات اللي بالسجن اللي حرمينهم حتى من حقهم في العلاج زي إسراء جعبيس زي مثلا نرهان عواد المصابة بإجرها زي أمل زي شروق دويات كثير بنات مصابات جوا السجن اللي ما بتلقوا العلاج الطبي أو الرعاية الطبية الكافية طول ما إحنا تحت هذا الاحتلال فمعناها كل العالم تحت الاحتلال طول ما إحنا كفلسطينيين تحت الظلم معناها كل العالم قاعد بدعم في هذا الظلم وتدخل الشعوب والمؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية في القضية الفلسطينية فهو واجب عليهم لأن هاي قضية إنسانية مش بس قضية شعب فلسطيني على كل إنسان حر أنه يقاوم من أجل هذه القضية على كل إنسان حر أنه يناضل عشان هذه القضية وعشان عدالة شعبها